هذا هو جبل قراتشوغ الذي يعتبر عقدة مواصلات ما بين أربع محافظات عراقية وهي أربيل، نينوا، كاركوك وصلاح الدين وقد باتت سفوحه وكهوفه ملاذات آمنة لتنظيم داعش أكثر من مئة ضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي على هذا الجبل مؤخرا أسفرت عن مقتل العشرات من تنظيم داعش وتدمير العشرات من الكهوف ترى هل انتهى تنظيم داعش في هذا الجبل؟ مع الأسف لم ينتهي داعش في هذا الجبل وعادوا إليه وفي داعش موجودين واليوم حسب المعلومات ما يقارب أكثر من مئة إرهابي داعشي موجود في قسمين من الجبل اللي هو قسم الجنوبي والشمال لأنه جبل قراتشوغ كما تعرفون جبل طويل اتفاقية أبرمت قبل عدة أشهر ما بين أربيل وبغداد تقضي بتفعيل التنسيق الأمني ما بين الطرفين للانتشار في الأماكن الفارغة أمنيا بين القوتين ابتداء من خانقين أقصى الشرق حتى الموصل لكن وعلى ما يبدو أن أذرع إيران في العملية السياسية تقف بالضد من تطبيق تلك الاتفاقية قبل 2017 كانت المناطق السهلة اللي قريبة بجنوب الجبل مناطق سهل قراج يسمون منطقة مخمور كانت تحت سيطرة البيشمرقة كان عندنا خنادق بطول هذه المساحة كلها وكان فيها نقاط البيشمرقة رباية ثابتة وكان يعني من المستحيل تسلل أي إرهابي داعشي إلى الجبل والتخبؤ في الجبل ولكن مع الأسف اليوم في مجال كبير لتسلل هؤلاء الدواعش أكثر من خمسين كيلومترا طول الجبل بتضاريسه الوعرة ويربط مراقبون ما بين إنهاء فلول داعش بهذا الجبل وعودة انتشار قوات البيشمرقة الكردية إلى ما قبل عام 2017 لامتلاكها الخبرتة في إدارة المعارك بالجبال من جبل قراتشوغ شرق الموصل أحمد الحمداني العربية